الحارق صنوبر حلبي على مستوى ولاية سكيدا تم تجنيد ثلاث شاحنات لإخماد الحارق كذلك الاستعانة بطائرة لقوات الجوية لجيش الوطني الشعبي هنا مركز التنسيق العمليات والمراقبة تتم مراقبة كل لغابات ولايات الوطن تنصيب خلية أزمة للمراقبة والتدخل السريعة بعد وصول المعلومات الدقيقة في المنصة الرقمية ليتم مباشرة العمل تعينوا بالمنصة الرقمية هذه المنصة الرقمية هي منصة آنية نتطلع فيها على جميع العمليات التي تكون هناك حرائق على مختلف الولايات الوطن نقوم بمعينة الحارق على مستوى ولاية ما نقوم بجمع المعلومات وتحليلها من خلال المعلومات نقوم بتقييم وضعية الحارق واتخاذ القرار المناسب من أجل التسريع في عملية الإخماد الحارق بعد تحليل المعلومات يتم مباشرة الاتصال بالضابط المداوم في الولايات التي تعرف الحرائق وبعدها ترسل الأرتال المتنقلة بالإضافة إلى التنسيق مع الفرق الجوية التابعة للجيش الوطني الشعبي وأخرى للحماية المدنية التنسيق مع ضابط المداومة على مستوى مركز التنسيق الوطني وبتبدل المعلومات من خلالها يتم اتخاذ القرار والاتصال مباشرة بالولايات المعنية وإعطاء الأمر بالتسريع والتدخل العاجل في مكان الحارق بالاستعانة بالأرتال المتنقلة بالإضافة إلى الدعم الجوي ومختلف الوسائل المتاحة خلية أزمة تم تنصبها بالمدير العام للحماية المدنية لترصد الحالة الآنية للغابات قصد التدخل السريع والآني لإخماد الحرائق وإجلاء السكان ترجمة نانسي قنقر